اشتركوا في القناة شعب العلمية والتقنية والأصيلة كما تشاهدون هنا إذن سنذهب مباشرة إلى تمارين اللغة لأنني في هذا الفيديو سأصحح فقط تمارين اللغة language 15 نقطة وتمارين اللغة تبدأ من هنا كما تلاحظ language 15 points لأن هناك دائما 15 نقطة خاصة بتمارين اللغة سنبدأ بالتمارين الأول وهو على هذا الشكل لذن التمرين الأول كما هو في ورقة الامتحان هو على هذا الشكل يعني املأ هذه الفراغات بالكلمات المناسبة في هذه اللائحة أولاً داني أشرح لك معاني هذه الكلمات وبعد ذلك نختار الكلمة المناسبة لكل فراغ achievement تاني الإنجاز education التربية والتعليم awareness الوعي assistance المساعدة agreement اتفاقية إذن هذا التمرين فهو عبارة عن تمرين الكلمات المركبة غالباً يكون تمرين خاص بالكلمات المركبة إذن دائماً تقرأ الجمل وتبحث على الكلمة عن نصف الكلمة في هذه الجمل ثم تجد النصف الآخر الذي يذهب مع تلك الكلمة في هذه اللائحة التي يضعونها لك هنا إذن الجملة الأولى تقول the government has signed an international يعني الحكومة قد وقعت على وهنا international تعني عالمية to fight organized crime يعني لمحاربة الجريمة المنظمة هنا لدينا هذه الكلمة signed يعني وقعت ما هو الشيء الذي نوقع أو ما هي الكلمة هنا التي تدل على شيء نوقعه إذن signed an international ماذا؟ سنقول an international agreement لأن agreement تعني اتفاقية يعني sign agreement هي كلمة مركبة كذلك international agreement لأن international agreement تعني اتفاقية عالمية بالنسبة لمثل هذه الكلمات التي هي مهمة جداً في سنة الثانية بكالوريا التي نبغي عليك أن تعرفها هي نقول مثلاً sign agreement كما هو في هذا التمرين ما ديرا دعني أكتبهم لك هنا sign agreement تعني توقيع اتفاقية نقول كذلك sign partnership partnership تعني شراكة يعني نقول كذلك توقيع شراكة إذن هذه كلمات مهمة جداً في سنة الثانية بكالوريا نقول sign agreement أو sign partnership كلها تعني يعني هذه الكلمة الأولى الكلمة المركبة الأولى sign agreement توقيع اتفاقية و sign partnership تعني توقيع شراكة كما تلاحظ هنا لدينا أصلاً في الagree يعني نقول I agree with you يعني أنا أتفق معك و agreement تعني الاتفاقية في بعض الأحيان تأتي هذه الكلمات في نوع آخر من التمرين مثلاً يقولون لك مثلاً في مثل هذه الجملة Morocco has signed an international و يضعون هنا فراغ وهنا يكتبون لك agree with the many countries مثلاً to fight poverty إذن هنا وضعوا لك كلمة agree بين قوسين و يقولون لك في السؤال قم بتحويل كلمة التي توجد بين قوسين إلى الصرف الصحيح من طبيعة الحال لا يمكن أن نقول international agree لأن agree تعني اتفاق إذن يجب تحويلها إلى اسم وهو agreement إذن نقول international agreement وتعني اتفاقية عالمية إذن أكتبها بلون مغير لكي تتضح عليك الأمور agreement إذن كما قلت في بعض الأحيان تأتي التمرين في الامتحان الوطني على هذا الشكل إذن قمنا بتحويل كلمة agree التي هي فعل إلى agreement التي هي اسم وتعني اتفاقية إذن هذا فيما يخص الجملة الأولى نمر إلى الجملة الثانية وتقول the aim of this campaign is to raise يعني هدف هذه الحملة campaign تعني حملة is to raise هي الرفع من وهنا لدينا التلاميذ about the importance of students تأني تلاميذ about the importance of reading يعني حول أهمية القراءة لدينا هنا raise يعني الرفع من الرفع من ماذا؟ من طبيعة الحال نقول raise awareness لأن raise awareness كلمة مركبة مهمة جدا كذلك في سنة الثانية بكالوريا وتعني الرفع من مستوى الوعي تنتذكرها جيدا raise awareness الرفع من مستوى الوعي مرة أخرى كلمة awareness في بعض الأحيان تأتي في نوع آخر من التماري لأنها كلمة مهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا سوف أعطيك مثال آخر على مثل كلمة awareness لأنها أعطيت في امتحانات وطنية سابقة مثلا we should raise ينبغي علينا أن نرفع من وهنا لدينا aware about مثلا the dangers of smoking يعني ينبغي علينا أن نرفع من مستوى الوعي حول مخاطر التدخين هنا لدينا كلمة aware تاني وعاي يعني فعل ويجب تحويلها إلى اسم وهو كلمة awareness لاحظ جيدا كيف نكتب كلمة awareness إذن aware نضيف لها فقط ن-E-S وتصبح awareness وهو الوعي يعني اسم هذه الكلمة إذن كما قلت في الامتحان الوطني في بعض الأحيان تأتي مثل هذه التمارين إذن نمر إلى التمرين الثاني من هذا الامتحان ويقول give the correct form of the words in brackets يعني قم بتحويل كلمات التي توجد بين قوسين إلى الصرف الصحيح هنا في هذا التمرين تحتاج إلى تحويل هذه الكلمات مثلا finance وdependent إما إلى اسم أو إلى فعل أو إلى ناعد حسب سياق الجملة من طبيعة الحال إذن الجملة تقول راشيد always relies on his father for support يعني راشيد دائما يعتمد على أبيه rely on تاني يعتمد على أبيه for وهنا finance وهنا support finance تعني المال و support تعني الدعم لا يمكن أن نقول الدعم المال إذن سنقول الدعم المالي إذن finance التي تعني المال ينبغي تحويلها إلى adjective أو إلى صفة وهي financial ومرة أخرى هذه كلمة مركبة مهمة جدا في سنة الثانية بقالوريا كذلك financial support وتعني الدعم المادي المادي بالنسبة للكلمات الأخرى مثل financial support التي ينبغي عليك أن تعرفها سوف أكتبها لك هنا نقول financial تاني أغير هذا اللون لكي تتضيح الأمور أكثر نقول financial support وتعني الدعم المادي نقول كذلك financial assistance تاني الدعم المادي كذلك لأن كلمة assistance لها نفس المعنى مثل support إذن نقول financial support الدعم المالي أو الدعم المادي نقوله كذلك financial assistance نقوله كذلك financial help مساعدة مادية أو مثلا financial aid وتعني كذلك مساعدة مادية أو دعم مادي نقوله كذلك بالنسبة لكلمات أخرى medical يعني يمكن أن نقول medical support وتعني الدعم الطبي medical support أو medical assistance تعني كذلك الدعم الطبي medical help مادية medical help نفس المعنى وكذلك medical aid كلها لها نفس المعنى تعني الدعم الطبي هناك كلمة أخرى مهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا نبغي عليك أن تعرفها هي humanitarian aid هذه الكلمة humanitarian غالبا ما تذهب مع كلمة aid وتعني مساعدة إنسانية humanitarian aid مساعدة إنسانية سوف أعطيك مثال على هذه الكلمة humanitarian aid لكي يعني تتضح لك الأمور أكتر مثلا يمكن أن نقول United Nations الأمم المتحدة provides يعني توفر humanitarian aid يعني توفر المساعدة الإنسانية to victims of war يعني لضحايا الحرب victims of war ما بيرا إذن humanitarian aid يعني أضواء بيرا من المغير إذن United Nations provides humanitarian aid يعني الأمم المتحدات توفر المساعدة الإنسانية to victims of war لضحايا الحرب and مثلا natural disasters وضحايا الكوارث الطبيعية natural disasters تعني الكوارث الطبيعية إذن هذه كلمة مهمة جدا في سنة أثانية بكالوريا لذلك أكتب لك هذه المعلومات لكي تذكرها جيدا إذن قلنا راشيد always relies on his father for financial support يعني راشيد دائما يعتمد على أبيه فيما يخص المساعدة المادية I don't think he will ever become لا أعتقد أنه سوف يصبح dependent dependent ثاني معتمد على إذن يجب تحويلها إلى independent يعني مستقل لأن الجملة تقول I don't think he will ever become لا أعتقد أنه سوف يصبح independent independent هنا تعني مستقل وبالنسبة لهذه الكلمة فنحن أضفنا in هنا independent التي تعني مستقل وdependent تعني يعتمد على سوف أعطيك مثال آخر على مثل هذه الكلمات لكي تتذكرها جيدا إذن dependent تعني يعتمد على يعني لا يعتمد على نفسه شخص ما لا يعتمد على نفسه نسميه a dependent person independent تعني مستقل يعني يعتمد على نفسه لدينا كذلك legal legal معذيره legal تعني قانوني و illegal تعني غير قانوني إذن هذه الكلمات نضيف لها هذه ال prefixes في الجملة لكي نغير معناها سوف أعطيك مثال مثلا على legal و illegal مثلا سنيمكن أن نقول the government the government should fight يعني الحكومة ينبغي عليها أن تحارب illegal immigration يعني الهجرة الغير القانونية أو الهجرة السرية immigration illegal immigration نقطة يعني the government should fight illegal immigration مثلا لو غطيت هذه الجملة في الانتحار الوطني وهنا وضعوا لك نقاط هنا وكتبوا لك هنا كلمة legal من طبيعة الحال ينبغي عليك أن تحولها إلى illegal يعني ضد هذه الكلمة لأن illegal تاني غير قانونية لأن الجملة مثلا لو لم تحول هذه الكلمة مثلا إلى الصرف الصحيح ستصبح الجملة the government should fight legal immigration الحكومة ينبغي عليها أن تحارب القانونية إذن يجب أن نقول illegal immigration يعني الحكومة ينبغي عليها أن تحارب الهجرة السرية أو الهجرة الغير قانونية من طبيعة الحال illegal immigration تذكرها جيدا هناك كلمة أخرى مهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا سوف أكتبها لك هنا مثلا this association هذه الجمعية association لأن أكتب بسرعة لذلك أرتكب هذه الأخطاء this association is planning يعني تخطط لي is planning to fight وهنا لدينا فراغ وهنا لدينا literacy literacy يعني المعرفة among مثلا أو مثلا فقط in rural areas في المناطق القروية هنا لدينا this association هذه الجمعية is planning to fight تخطط لمحاربة وهنا literacy literacy يعني المعرفة من طبعا الحال لا يمكن أن نقول أن الجمعيات تخطط لمحاربة المعرفة in rural areas في المجال القروي كذلك هذه الكلمة مهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا rural areas تعني المجال القروي إذن هنا مطبع الحال ينبغي تحويل هذه الكلمة إلى ضدها وهو illiteracy وتعني الأمية إذن معنى الجملة سيصبح هذه الجمعية هذه الجمعية تخطط لمحاربة الأمية في المناطق القروية بالنسبة ل rural areas كما قلت فهي كلمة مهمة جدا تعني المجال القروي وضدها هو urban areas وهو المجال الحضاري urban areas المجال الحضاري كلمات صراحة مهمة جدا في سنة الثانية بكالوريا وينبغي على كل متعلم أن يتذكر هذه الكلمات إذن هذا فيما يخص هذه الكلمات تذكرها جيدا أو خذ نقط على هذه المعلومات في دفترك ستفيدك جيدا إذن سنمر إلى التمرين الثاني والثالث وهو fill in each gap with an appropriate word or phrase from the list يعني املأ هذه الفراغات بالكلمة المناسبة في هذه اللائحة أولا لدينا call calling أو to call هذا الدرس يدرج في درس قواعد لغة gerund and infinitive يعني grammar لدينا هنا would you mind هل سنقول call calling أو to call the boss tomorrow هنا لدينا هذه الكلمة mind دائما هذه الكلمة وسبق وأن أعطيت للعديد من المرات في الإمتحانات الوطنية دائما يتبعها verb plus ing إذن would you mind calling تذكرها جيدا بالنسبة لكلمات الأخرى التي يتبعها verb plus ing سوف أكتبها لك هنا ويمكن لك أن تأخذ نقط على هذه الكلمات لدينا كلمة mind كما هي في هذا التمرين لدينا هنا mind ثم لدينا كلمات أخرى مثل suggest لدينا كذلك regret لدينا look forward to ولدينا كذلك جميع prepositions باللغة الإنجليزية جميع prepositions باللغة الإنجليزية تبعها الفيال زائد ing وأمثلة على prepositions مثلا by on in at about before after كل prepositions صراحة باللغة الإنجليزية يتبعها الفيال زائد ing إذن هذه أهم الكلمات التي ينبغي عليك أو أهم الأفعال التي ينبغي عليك أن تعرفها في سنة الثانية باكالوريا وتعلم جيدا أن كل هذه الكلمات يتبعها الفيال زائد ing دائما إذن يمكنك أن تكتب في دفتارك plus verb plus ing إذن هذه هي القاعدة دائما عندما تلاحظ mind suggest regret look forward to كذلك prepositions دائما سنضع الفيال الذي يتبع هذه العبارات في gerund وهو verb plus ing إذن نمر إلى الجملة الثانية by the end of june يعني في غضون نهاية june وهو yunio most students أغلب التلاميذ their final exam امتحاناتهم الأخيرة هنا سنختار have taken أو are taken أو will have taken هنا لدينا هذه العبارة by دائما عندما تلاحظ عبارة by يجب أن تفكر في استعمال future perfect لأن هذه العبارة هي التي تدل على future perfect وتعني في غضون أو في أفق إذن صيغة future perfect هنا هي هذه الصيغة will have taken إذن هذه الصيغة الصحيحة سنقول will have taken يعني في غضون نهاية شهر يونيو أغلب التلاميذ سوف يكون قد أخذوا جميع امتحاناتهم النهائية their final exams إذن كما قلت دائما عندما تلاحظ by ينبغي عليك أن تضع الفعل في future perfect وهو will have plus past participle في بعض الأحيان لا تأتي التمارين على هذا الشكل تأتي بصيغة أخرى مثلا نفس الجملة التي توجد لدينا هنا by the end of june most students their final exams في بعض الأحيان قد يعطونا هذه الجملة على هذا الشكل يقولون مثلا by the end of june by the end of june most students يعني أغلب التلاميذ ويضعون لك هنا نقاط ويضعون لك هنا take ويكتبون their final exam ويطلبون منك في السؤال أن تضع الفعل الذي يوجد بين قوسين في الزمن المناسب هنا من طبيعة الحال لتحديد زمن هذا الفعل فينبغي عليك أن تبحث عن الكلمات التي ستساعدك في داخل الجملة على تحديد زمن الفعل إذن هنا ستقرأ الجملة وستجد هنا by عندما تجد by في الجملة مباشرة ينبغي أن تفكر في استعمال قواعد future perfect إذن هذا الفعل الذي نبغي عليك أن تضعه في future perfect وقاعدة هي will have دائما ويتبعها هذا الفعل في past participle وهو taken إذن ستقول by the end of june students will have taken most students will have taken their final exam أظن أن الفكرة واضحة لأن في بعض الأحيان يأتي هذا التمرين على شكل اختيارات وفي بعض الأحيان يأتي بهذه الطريقة إذن انتهينا من هذا التمرين نمر إلى التمرين الموالي من تمارين اللغة وهو صراحة النفس التمرين لأن هناك ثالثا ورابعا في هذا التمرين هذا أولا ثانيا لدينا كذلك ثالثا ورابعا هنا if you meet if you meet earlier about the bad weather I would have stayed at home هنا لدينا if أولا أول شيء سنلاحظه هو أنه لدينا if إذن هذه الجملة فهي جملة conditional sentences ولكن لا نعرف هل هي conditional type 1 type 2 type 3 إذن سنقرأ لنحدد if you meet earlier about the weather فاصلة I would have stayed at home هنا لدينا I would have stayed at home لأن هذا هو الشيء الثاني من الجملة بعد الفاصلة يوجد شيء تاني من الجملة وهو هذا الشيء وتوجد فيه subject وهو I ثم would have stayed إذن هذا conditional type 3 إذن هنا يجب أن نتذكر قاعدة conditional type 3 أولا تكون لدينا if وهي وضعها هنا أصلا ماذا يتبعها يتبعها subject وهو you ويتبعها الفعل في past perfect إذن هنا هل tell في past perfect من طبيعة الحال لأنه infinitive هل will tell في past perfect من طبيعة الحال لأن هذا simple future إذن had told هو الفعل الذي يوجد في past perfect إذن سنقول if you had told me earlier about the weather I would have stayed at home إذن هذه هي الإجابة الصحيحة ثم رابعا great efforts to save our planet great efforts we're making كانت تفعل are being made فعيلات هنا لدينا هذا الفعل في passive voice من طبيعة الحال هذه هي الإجابة الصحيحة إذن سنقول great efforts are being made to save our planet لأنه لا يمكن أن نقول are making لأن are making لو كان هنا subject مثلا اسم أو اسم شخص مثلا my mother أو my parents are making dinner يمكن أن نقول my parents are making dinner أو my parents were making dinner لأن فعل make يعني يحتاج لشخص ما لكي يقوم به ولكن هنا great efforts ليست شخص إذن المجهودات الكبيرة لا يمكن أن تقوم بشيء ما ولكن are being made يعني فعيل يعني great efforts are being made to save our planets يعني الكثير من المجهودات فعيل تم القيام بها لكي ننقذ كوكبنا أعتقد أن الإجابة واضحة إن كانت غير واضحة إخواني ممكن لكم طرح المزيد من الأسئلة في تعاليق أصفل هذا الفيديو وسأجيب وأوضح أكتر ثم نمر إلى التمرين الموالي rewrite the sentences beginning with the words given يعني أعيد كتابة هذه الجمل بداية بالكلمات التي بدأنا بها الجملة الأولى تقول أولا سنلاحظ أن هذا سؤال ثانيا سوف نلاحظ هاتين المعقوفتين إذن هنا نتحدث عن الخطاب المباشر والخطاب الغير المباشر وهو سؤال لأن هناك قواعد خاصة بالسؤال ليست مثل statements هناك قواعد خاصة بالسؤال هذا هو الشيء الأول الذي سنلاحظ ثم سنلاحظ نوع السؤال لأن هناك نوعين من الأسئلة هناك أسئلة يكون جوابها إما بنعم أم لا وهناك أسئلة نطرحها باستعمال كلمات لطرح السؤال مثل how where when إلى غير ذلك بالنسبة لهذا السؤال فهو نوع من تلك الأسئلة لأن هنا استعملنا كلمة السؤال when وهي متى إذن ثم نضيف كلمة السؤال هذه القاعدة when ثم يتبعها subject هنا قال when did you see the victim يعني أين رأيت الضحية إذن يتحدث إلي هنا قلت the detective wanted to know يعني الشرطي السري أراد أن يعرف متى يتبعها subject subject هنا هو you ولكن هو يتحدث لي إذن أراد أن يعرف when I ثم نضيف الفعل هنا الفعل يجب أن نحدد زمنه لكي يتحول هذا الزمن الفعل هو did وهو يوجد في simple هذا هو الفعل did simple past يتحول إلى past perfect الفعل الرئيسي هنا هو c من طبيعة الحال لأن did فقط استعملناها ك auxiliary لطرح السؤال إذن الفعل هو c ويوجد في simple past إذن يجب تحويله إلى past perfect وما هي قاعدة past perfect دائما had plus past participle الفعل إذن سنضع هذا أولا ثم سنضع هذا الفعل في past participle c في past participle هو seen إذن سنقول when i had seen ثم نتمم الجملة the victim هذه القاعدة الصحيحة الإجابة على هذا التمرين مرة أخرى إن كنت لا تفهم هذه القاعدة جيدا يمكن لك العودة إلى فيديو خاص بreported speech في هذه القناة شرحت فيه كل هذه القواعد بطريقة بسيطة جدا ثم تانيا it's a pity I don't have enough money to pay for my studies يعني يالا للشفقة it's a pity I don't have enough money to pay for my studies لا أملك ما يكفي من المال لدفعها في دراستي أو لا أعرف صراحة لا أتذكر هذه الكالبة باللغة العربية to pay for my studies لأدفع تكاليف الدراسة يعني هذه هي الفكرة وهنا لدينا I wish يعني أتمنى دائما I wish يجب أن يتبعها subject الفاعل هنا subject من طبيعة الحال هو I إذن أولا سأضع subject I wish I ثم هناك نوعيني من الندم لأن I wish تعبر عن التمني ليس الندم تعبر عن التمني في الحقيقة تعبر كذلك عن الندم ولكن في هذه الحالة سوف نرى هل هي تمني أم ندم بالنسبة للإخوان يسألون كيف سأعرف إن كنت سأستعمل present wishes أو past wishes يعني التمني في الحاضر أو التمني في الماضي نلاحظ الفعل هنا لدينا I don't have هذا الفعل يوجد في simple present لأنه ليس I did not have هو فقط I don't have إذن يوجد في simple present إذن هنا سنحتاج إلى قواعد present wishes بالنسبة لpresent wishes الفعل يتحول إلى simple past وnegative form يتحول إلى positive form الفعل هنا هو have هو simple past فعل have هو بكل بساطة had وهنا لدينا negative form إذن لا يجب أن نضعه في negative form سنضعه في positive form لأننا دائما نكتب أو نتمنى العكس إذن سنضعه بكل بساطة I wish I had ونتمم الجملة enough money to pay for my studies هذه هي الإجابة الصحيحة ولكن تذكر جيداً أنه لو كانت هنا مثلاً I did not have enough money to pay for my studies هنا ستصبح I wish I had had enough money to pay for my studies لو كانت هنا I did not have هنا ستكون I wish I had had enough money to pay for my studies كنت لا تفهم ما أقصده يمكن لك طرح مزيد من الأسئلة في تعليقات أسفل الفيديو ثم ثالثاً I used to live in a small house It has become a clothes shop يعني كنت أسكن في منزل صغير It has become a clothes shop أصبحت الآن أو قد أصبحت محل بيع الملابس هنا لدينا the small house where المنزل الصغير الذي where سنكتب I used to live المنزل الصغير الذي كنت أسكن فيه فاصلة ثم نتمم has become a clothes shop يعني قد أصبح محلاً تجارياً للملابس أو محلاً لبيع الملابس إذن هذا فيما يخص هذا التمرين نمر إلى التمرين الأخير من تمارين اللغة وهو على هذا الشكل تعلي join the following pairs of sentences with the correct words أو with the words given يعني قم بالربط بين هذه الجمل باستعمال هذه الكلمات التي نضعها بين قوسين هنا لدينا in order to وتعبر عن purpose أو الغاية أو الهدف ثم هنا لدينا because of تعني بسببي وتعبر عن السبب الجملة الأولى تقول راشيد got a loan from the bank يعني راشيد حصل على قرض من البنك he wanted to buy an apartment أراد أن يشتري شقة هنا لدينا in order to يعني باللغة العربية لكي يعني لكي إذن أولاً سنقول راشيد got a loan from the bank يعني راشيد حصل على قرض من البنك وسنكتب in order to in order to تعني لكي إذن لماذا هو أخذ قرضاً من البنك لكي يشتري شقة إذن in order to دائماً يتبعها الفعل والفعل في هذه الجملة هو في البي إذن سنكتب in order to buy an apartment يعني لا ينبغي عليك أن تعيد كتابة هذه العبارة he wanted to يعني يمكن لك أن تفهمها بهذه الطريقة لأن هذه التمرين دائماً تعطى في الامتحانات الوطنية وأغلب الإخوان يأخذون in order to يضعونها بين هذه الجملتين ولا يحذفون he wanted to وفي الحقيقة فالإجابة بسيطة جداً يعني إن كنت تتابعني هنا على اليوتيوب لا ترتكب هذا الخطأ لأنه عليه نقطة واحدة كما تلاحظ يعني لا تضيع هذه النقطة لأن هذا التمرين بسيط جداً فقط لا تعيد كتابة he wanted to يعني تكتب الشق الأول من الجملة تضيف in order to أو so as to ثم تبدأ الجملة الثانية من الفعل وهو buy an appointment إذن هذا فيما يخص هذه الجملة نمر إلى الجملة الثانية تقول the meeting was cancelled the manager was sick يعني الاجتماع تم يعني cancelled يعني annulé باللغة الفرنسية لا أعرف ما لا أستطيع أن أتذكر ما هي cancelled باللغة العربية دعني أفكر أعتذر إخواني الآن تذكرت الكلمة the meeting was cancelled يعني الاجتماع تم إلغائه the manager was sick يعني المدير كان مريضاً وهنا لدينا because of تعني بسببي في مثل هذه الجمل يعني أغلب التلاميذ لا أقول يعني أغلب التلاميذ يختارون في الإجابة على مثل هذه الجمل هنا لدينا because of وتعني بسببي وينبغي أن يتبعها اسم أو الفعل زائد ing ولكن هناك طريقة بسيطة جدا للإجابة على مثل هذه التمارين وهي بإضافة كلمة the fact that أو عبارة the fact that وتعني باللغة العربية حقيقة أن إذن يمكن أن نقول the meeting was cancelled يعني الاجتماع تم إلغاؤه because of يعني بسببي the fact that the manager was sick يعني بسبب حقيقة أن المدير كان مريضا إن أضفت هذه العبارة the fact that فأنت لست بحاجة لأن تغير أي شيء إذن ستقول the meeting was cancelled الاجتماع تم إلغاؤه because of بسببي the fact that حقيقة أن the manager was sick يعني بسبب حقيقة أن المدير كان مريضا ويمكن من طبعة الحال أن تبدأ الجملة من هنا وتقول because of the fact that the manager was sick the meeting was cancelled يعني يمكن لك أن تقولها بطريقتين يمكن أن تبدأ ب because of the fact that the manager was sick وتضعي هنا فاصلة ثم تقول the meeting was cancelled أو يمكن أن تقول the meeting was cancelled because of the fact that the manager was sick بالنسبة للكلمات الأخرى يعني قرأت في بعض التعليقات متى سأستعملوا the fact that لأن بعض الإخوان استعملونا the fact that مع أي كلمة أي أداة ربط كيفما كانت بالنسبة للكلمات التي يمكن أن تستعمل معها the fact that سوف أكتبها لك هنا ويمكن أن تأخذ هذه النقاط because of ثم due to ثم أوين to ثم thanks to كل هذه العبارات يمكن أن تستعمل معها the fact that يعني كلها في الحقيقة باللغة العربية يعني بسبب because of due to أوين to thanks to يعني أظن أن هذه هي كلمات إن تذكرت كلمات أخرى سوف أكتبها في تعليق أطفل الفيديو إذن هذه الكلمات يمكن أن تستعمل معها the fact that لماذا؟ ليس إجباري من طبيعة الحال أنا فقط أقول إن كنت لا تعرف طريقة الإجابة يمكن لك أن تستعمل the fact that وتتجنب كل تلك المشاكل سوف أعطيك مثال ويعني أوضح لك أكتر يعني jack was poor يعني jack كان فقيرا he dropped out of school يعني انقطع هذه الدراسة وهنا كتبوا لك مثلا oh in to وهلها نفس المعنى مثل because of و due to إلا ثانا thanks to تاني بفضلي إذن هنا يمكن لك من طبيعة الحال أن تكتبها بطريقة مختلفة وتقول oh in to يعني بسبب وهنا يجب عليك أن تحول كلمة poor إلى اسم وهو poverty لأن oh in to تاني بسبب وهنا قلنا oh in to poverty بسبب الفقر نضع فاصلة ونكتب jack dropped out of school يعني بعض الإخوان في الامتحان الوطني قد لا تعرف يعني ما هو اسم كلمة أنا هنا أعطيتك كلمة poor لأنها بسيطة جدا ولكن يمكن أن تعطى كلمة أنت أصلا لا تعرف اسمها وهذا ليس مشكلة في الحقيقة لأننا لا نعرف كل شيء أنا أيضا لا أعرف كل الكلمات من طبيعة الحال إذن في بعض الأحيان قد تعطى كلمة أنت لا تعرف اسمها ولديك هنا oh in to وتريد الإجابة إذن هنا يجب أن ينبغي عليك أو من الأفضل أن تستعمل the fact that وتكون إجابتك صحيحة وتتفادى الأخطاء إذن ستقول بطريقة أخرى oh in to وهنا ستضيف the fact that لكي تتجنب الخطأ معدن oh in to the fact that وتكتب jack was poor لاحظ أنني لن أغير أي شيء jack was poor يعني بسبب حقيقة أن jack كان فقيرا فاصلة he dropped out of school إن قطع يعني الدراسة إذن كما قلت فهناك طريقة للإجابة هذه هي الطريقة الأولى وأعتقد أنها في بعض الأحيان أعتقد أن التلاميذ يجدون صعوبة في الإجابة بهذه الطريقة يعني أنت في الحقيقة يعني يمكن لك تعلم هذه الطريقة فيما بعد ولكن أنت فقط تريد نقطة في الامتحان يعني يمكن لك أن تجيب بهذه الطريقة تتفادى الأخطاء وتحصل على نقطتك في هذه الجملة إذن هذا هو الهدف من توضيح هذه الجملة هنا إذن كما قلت يعني هذه هي الفكرة يمكنك كتابة هذه الجملة وتحليلها جيدا أعتقد أنها واضحة جدا إن كانت غير واضحة مرة أخرى أترك تعليق أسفل الفيديو وسأجيبك الآن سنمر إلى التبريل الأخير من تباري اللغة وهو match each expression with its appropriate function يعني قم بالربط بين هذه الجملة ووظيفتها اللغوية هنا أولا سوف أشرح لك معاني الوظائف اللغوية هنا expressing regret التعبير عن الندم expressing lack of understanding التعبير عن عدم الفهم complaining الشكوى making request تقديم الطلب هنا لدينا could you translate this article for me هل بإمكانك أن تترجم هذا المقال بالنسبة لي هل يمكنك أعيد هل يمكنك أن تترجم هذا المقال لي هنا لدينا could you وتعني هل بإمكانك أن فمن طبيعة الحال هذا طلب لأننا لدينا could you هل بإمكانك أن إذن سنكتب هنا أولا ونكتب making request أو تقديم الطلب ثانيا sorry to say this أصف لقول هذا but your assistance was rude to me لكن مساعدك كان وقحا معي إذن sorry to say this but أصف لقول هذا لكن نستعملها للتعبير عن الشكوى إذن سنكتب complaining ثانيا complaining ثالثا it's a pity I can't attend the meeting هنا يالا للشفقة أو يالا للحصرة I can't attend the meeting لا أستطيع أن أحضر إلى الاجتماع عندما نستعمل it's a pity نستعملها للتعبير عن الندم أو expressing regret إذن هنا سنضع ثالثا expressing regret رابعا I'm afraid I did not get your point يعني أعتدير أنا لم أفهم فكرتك I did not get your point هي lack of understanding أو التعبير عن عدم الفهم في مثل هذه التمرين في الامتحانات الوطنية دائما يعني لا تقرأ جملة بجملة يعني ابحث في جميع هذه الجملة ربما تجد جملة واضحة جدا أو بسيطة جدا مثلا وتكتبها هي الأولى لا تمشي بهذه لا تمشي بهذه الطريقة التي أداب بها لأنني أنا أصلا أعرف هذه يعني هذه العبارات كلها يعني قم بالاحتمالات لأن في بعض الأحيان هناك بعض يعني بعض الجمال ليست واضحة ذلك الوضوح ولكن صراحة في أغلب التلاميذ يعني صححت امتحانات سابقة العديد من المرات أغلب التلاميذ يحصلون على نقطة كاملة في هذا الامتحان مثلا هنا لدينا نقطتان أغلب التلاميذ يحصلون على نقطتان في هذا التمرين إذن إلى هنا إخواني أتينا إلى نهاية الامتحان الوطني الخاص بالعلوم سنة 2014 يمكن لكم دائما زيارة موقع الانترنت www.englishwithsimo.com لتحميل مجموعة من وطائق التمارين لاستعداد الامتحان الوطني وتحميل كذلك نماذج امتحانات القسم وامتحانات الوطنية هناك كذلك مجموعة من التمارين التفاعلية يمكن لك إنجازها في الموقع والإجابة عليها في الموقع لأنني صممتها بطريقة تفاعلية هناك أيضا مجموعة إذن إلى هنا أتينا إلى نهاية الدرس كان معكم سيمو من قناة English with Simo Thank you for watching Have a great day